وجه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالبدء في فتح منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة وأيضا معارض أهلا رمضان في مختلف المحافظات وذلك اعتبارا من يناير المقبل وحتى نهاية شهر رمضان المبارك وخلال اجتماع لمتابعة توفر السلع أكد مدبولي ضرورة تنصيق مع المحافظات لتوفير الأماكن المخطوبة لإقامة الشوادر والمنافذ على أن يتم مراعاة الانتشار الجغرافي في كل محافظة لسيما المناطق النائية والأكثر احتياجا كما شدد رئيس الوزراء على تقديم كل الدعم الممكن للأجهزة المحلية في جهودها لزيادة عدد الشوادر هذا العام بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية والتي تعمل على إقامة منافذ ثابتة ومتحركة مثل وزارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية